اشتركوا في القناة حصل ليكودو على ثلاثين مقعدا في الكنيسة فيما يحصل تحالف يمين المتشدد على عشرين مقعدا وكتلة يشعتيت تيلم برئاسة يئير لابيد على ثمانية عشر مقعدا هذا وتتراجع قوة القائمة المشتركة الممثلة بخمسة عشر مقعدا في الكنيسة الحالية إلى ثني عشر مقعدا علما أن الاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة قد توقع حصول المشتركة على أربعة عشر مقعدا وفسر معدو الاستطلاع تراجع المشتركة بأن قرابة عشرين بالمئة من ناخبيها لا يعرفون حاليا لمن سيصوتون في الانتخابات المقبلة